اليوم بما أننا في احتفال 6 من أكتوبر فطبعا وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للشعب المصري وأيضا لقواتنا المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم وأيضا في هذه الكلمة اللي كانت موجودة طبعا عن على صفحتنا التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد السيد الرئيس الشجاعة والبطولة لشهداءنا أيضا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن أكد السيد الرئيس أيضا عبر صفحتي على فيسبوك أن حرب اكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وأيضا استردت كبرياءه وأيضا وصف السيد الرئيس بأنه كانت الحقيقة إرادة الشعب المصري وإرادة أيضا القوات المسلحة وإزاي قدروا يقدموا هذا الصمود الكبير تابع السيد الرئيس أيضا وقال أتوجه اليوم في ذكرى هذا النصر المجيد بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الرحل أنور السادات الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة كبيرة لوطنه ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادته وإرادته وصلبته وصلبته المصريين وتمسكهم بزيادة الوطن وكرمته ترجمة نانسي قنقر